وبالحديث عن المجموعات الخيرية استضيف معي في البلاطو عصام السبتي وهو عضو في مجموعة الدير الخير وانسا أهلا بك السلام عليكم أولا نشكركم على هذه الفتحتنا بام الأبوان شاء الله باش نعرفوا بالمشروع ديرنا وبالأنشطتها مجموعة دير الخير ان شاء الله إذن البداية أنتم وأعضاء هذه المجموعة الخيرية تستعد لتنظيم خرجات ميدانية وإطلاق مشروع خيري سميتوه على بركة الله داتيروني داتيروني يعني بالمناسبة هذا المشروع هذا تداتيروني كانت المجموعة الدير الخير الموسى كانت تنشط فيها على مدار فصل الشيطة مع تزامن الأنشطة ومع اكتساب الخبرات هذه المجموعة الخيرية ربما فكرت هذه المجموعة من أجل أن تضع هذه القوافل تضامنية من بين الأنشطة التي ستتخصص فيها المجموعة ديرنا التي ستكون على مدار السنة وبالمناسبة بدنا هذا المشروع ديرنا تحت اسم دي الثيروني بالمعنى إن شاء الله راح تكون هذه المجموعة غيطاء المحتاج حتكون غيطاء المسكين حتكون غيطاء الناس اللي بلك راي مع وزان ناس اللي راه راي تبحث على الناس باش تكون لها غيطاء لها راح إن شاء الله يقدرنا وفقنا باش نكون على قدر المسؤولي يعني ما هي المدن الأولى التي ستجبها هذه القوافل بما يخص المشروع تعداد تيروني اللي راح تغطي ربما الميزة التعاون راح تغطي جميع تراب الوطني راح المجموعة راح تنطالق إن شاء الله في القوافل التحافي شهر جنفي بالضبط في 3 جنفي راح تنتمتل قافلة تضامونية لولاية أفلو راح تكون أيضا قافلة تضامونية في نفس الوقت راح تكون في ولاية ميلا في مناطق هذه معزولة وراح تكون أيضا قافلة تضامونية إلى ولاية مستغانم والقافلة الأخيرة يعني الرابعة راح تكون إلى ولاية عين دفلة وهذه مراتها ستكون معزولة ومعوزة لدرجة كبيرة نعم لو تحكينا عن هذه المجموعة دير الخير ونسا تنشط حقيقة في الميدان من خلال هذه العديد من القوافل وتنشطونا كذلك على موقع التواصل الاجتماعي أولا مجموعة دير الخير ونسا نقدر نقول بليه لمجموعة خيرية تطوعية بدأت الأنشطة التحالة موقع التواصل الاجتماعي ربما كباقي المجموعات الخيرية نقدر نقول بليه مجموعة دير الخير ونسا عندها تلت سنوات أو أكثر من المرشاطة ديالها في هذا العالم التطوع تمارس عدة أنشطة كانت من بين الأنشطة التي كانت تقومية تنظيف بيوت الله وتوزيع الوجبات للناس المعوزة زيارة المستشفيات زيارة المراكز لإحتياجات الخاصة بما أنه ربما بعد ثلاث سنوات قررت المجموعة بشكل عند الإختصاص ديالها قوافل تضامنية وأيضا نقدر نقول بليه مجموعة دير الخير ونسا المصدر الأول تحا من أنشطة تحا والتي هي البيزنتات تعلية تجري تكون على موقع التواصل الاجتماعي لباش فيسبوك نعم أطلب فقط من المخرج يعطينا الصور صور لهذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها ربما لو تحدثنا عن هذه الصورة ربما هذا الفيديو قمنا بالنشر دياله هي الحالات اللي راح تتكفل بيهم مجموعة دير الخير ونسا في تحت مشروع اسم تدثيروني كمانا نشوفوا هذه بربما هذه الصور خذيناهم عينات فقط يعني من أجل المونتاج تعلق الفيديو ديالنا نقدر نقول بليه كنائلة كثيرة مجموعة ديالنا راح تسعى بشتغطي ربما في القوافل الأولى تشهر جنفي حوالي 300 عائلة بحول الله هذا الفيديو درناها بالأخص بش الناس تعرف الشيء اللي راح نقومو به تعرف المعنى تعلم مشروع ديالنا تعرف المعنى الشيء اللي راح نقومو به كانت هذه الفيديو بلكية مجرد رسالة للناس المحسنين للناس دوي القلوب الرحيمة بشتعانوا هذه الشباب الجزائري من أجل وصول إلى الهدف هو تغطية أكبر عدد ممكن إن شاء الله من الناس المعوزة وناس المحتاجين نعم بي الحديث عن المجموعات عن العمل الخيري في الجزائر كيف تقيمون الآن هذا العمل الإنساني كيف تقيمون التضامن الآن خلال سنوات الماضية والله أريد أن يخصي الذكر أنه ربما نقدر نقوله بأن العمل تطوع في الجزائر أصبح حتاري لدرجة كبيرة لقينا بالشباب الجزائري بدأ يفكر مليع بدأ يدخلوا لنوع من التوعية شفنا بأنه مجموعات خيرية كثيرة راح يتنشط مجموعات كثيرة راي كل يوم نشوف مجموعة جديدة ربما هذا راح يبشر بالخير على الجزائر ديالنا ويبشر بالشباب الجزائري يأخذ الصورة الجيدة يأخذ المعيار الجيد بأنه الشعب الجزائري بما يعمل وفيها الخير وبالك هذا الشيء سينعاكس بالإيجاب يعني نكامل على الشعب الجزائري والشعب الجزائري نقدر نقوله باللي هي الطمرة إن شاء الله راح تكون قفزة نوعية إن شاء الله في المجتمع الدين إن شاء الله نتمنى لكم توفيق ونجاح عصام سبتي وفي مجموعة ذير الخير وأنسى كل النجاح إن شاء الله الله بارك الله وفيك إلى موضوع